اشتركوا في القناة اشتركوا في القرب من سوق ممتاز بفاس القواب اللي هاد الكيس البلاستيكي فيه بزاف ديال الاوراق المالية من العملة الامريكية الدولار وفزوا هاد الفلوس هم شووا مباشرة لمنزل ديالهم باش يقسموا هاد المبلغ الكبير بيناتهم ومن اللي وصلوا لدارك تشفوا ان هاد الفلوس اللي يلقاوا داخل هاد الكيس البلاستيكي كلها من فئة واحدة وهي مية دولار وحسبوها القواب المجموعة ديالها 400 ورقة اي ما يعادن 40 الف دولار واتشيلي خلاهم يتفقوا باش يبلغوا الاب ديال واحد من هاد القاصرين واستشروا معاه في هاد الواقعة وافدت الجريدة بان والد القاصر قام بمعاينة هاد الاوراق المالية واكتشف بسهولة بانها مزورة وكتحمل نفس الرقم التسلسولي فقرر توجه مباشرة لمصالح الامن وتبليغها لان ترويج هاد الاوراق المالية الاجنبية جناية في عاقب عليها القانون ورافق هاد الاب الابن دياله القاصر والصديق دائرة الشرطة وقام بالتبليغ على هاد المبلغ المالي اللي يلقاو وتم تأكد باللي فعلا هاد الاوراق المالية مزورة وتنجز محضر في الواقع واخيلات القضية على الشرطة القضائية التابعة لولاية الامن للبحث والتحري بهذا مشاهدينا غدي نوصلوا لنهاية هاد الخبر الى اللقاء